مساء الفل قصة النهاردة جرس انذار والانذار ده لكل أب وأم من أهالينا في السعيد وبحري والأي حد بيفكر يجاوز بنته وهي قاصر خدوا بالكم بقى دلوقتي عندنا في مصر حاليا 117 ألف طفلة وطفل متجاوزين قبل السن القانوني منهم ألف طفلة مطلقة معظمهم في السعيد ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصال مش كلمي أنا ويمكن الإعلام قبل كده اتكلم عن الموضوع ده كتير بس بيتها يقلي مفيش حد تكلم عن التفاصيل اللي بتحصل زي ما اتكلمت أمال بطل القصة حقيقية النهاردة تعالوا نشوف مع بعض هي بعض تقولي نهي مفيش قدامي حد غيركم عشان افتح له قلبي يمكن صوتي يوصل للناس عن طريقكم ويعرفوا إزاي أهلي دمروا حياتي من وينا لسه طفلة صغيرة ما تعرفش حاجة في الدنيا بدايت الحوار أنا نشأت في قرية تبعة للريف بعد ما تولدت بشهر بابا توفى وأمي هي اللي ربتني سابت بيت أبويا وجات عند أهلها عشان نعيش جنبهم وبالفعل اشترينا شقة وعيشنا في نفس القرية بتاعت أهل أمي لحد ما كبرت وبدأ يتقدم لي عرسان في الوقت ده كنت لسه 13 سنة وعشان احنا في الريف فالجواز بدري منتشر هنا وأمي زي أي أم كان نفسها تفرح ببنتها وتشوفها عروسة اتخطبت وأنا 15 سنة واتجوزت في سن 16 في الوقت ده كان سني أقل من السن القانوني للجواز اللي هو 18 سنة وبيكون الجواز في الحالات اللي زي دي عقد عرفي بالشهود لحد ما البنت بتبلغ السن القانوني وبعدين يتحول العقد العرفي لعقد جواز رسمي اتجوزت واحد أجمر مني ب 17 سنة وعشان العداد هنا بتقول الرجل مش بيتعايب فكان بالنسبة لهم عريس كويس لكن ما طلعش كويس ولا حاجة من أول ليلة معاه ما كانش فيه أي تفاهم بيننا أنا كبنت كنت مش فاهمة إيه اللي هيحصل ومستنيه منه ويحتويني وكنت خايفة جدا ومرعوبة بدأت أبعد عنه شوية على أساس إن هو يطبطب علي ويفهمني لقيته نزل علي ضرب وبيصرخ فيه ويزع انت خايفة ليه ما كله بنبت الجوز وحصل اللي حصل عافية وكانت ليلة شؤم من أسوأ ليالي عمري قصة مقبضة ها دي اللي بيسموها ليلة العمر واللي بتحلم بيها كل بنت بقت أسوأ ليلة في العمر البنت متجوزة وي مش عارفة بيحصل إيه في الجواز محدش قالها حاجة ومرة واحدة اتقفل عليها باب مع الراجل ويه عندها 16 سنة وهو عنده 34 سنة يعني قد عمرها مرتين طب إيه اللي ممكن يحصل تعالوا نكمل القصة تاني يوم لقيته بيقولي نزلي خدمي أمي وأهلي ولما قلتولي أنا لسه عروسة ضربني وقالي طالما قلعتي الفستان خلاص ما بقتيش عروسة بطلي دلع ونزلي أنا أصلا جاي بك خدامة لأهلي تخدميهم أكل وشرب تحت وخدامة ليا فوق ودي عشتي وده اللي عندي مش عاجبك روحي لأهلك سكت وتحملت الإهانة يوم والتاني والتالت شهر واتنين وهكذا وكل شوية إهانة وضرب وشتيمة ولو مش عاجبك روحي لأهلك وبحكم إن ياتيمة كنت بقعد واستحمل لحد معرفت إن يحامل وقلت خلاص ربنا هيهديه لقيت العكس قال لي مش عايز عيال أنا جايبت جارية في بيتي ومالكيش إنك تجيبي عيال أنا أسفة يعني قال لي بنص كده احملي عشان البلد تعرف أني راجل اخص بس ما تجيبيش عيال وكان عايزني سقط الجنين اخص من الكلام ده بيبقى صعب قوي أنا مش عارفة مفهود أعلق قول إيه بصوا يعني هو غير الراجل ده وتفكيره أنا وقفت عند حتة يتيمة قبلها لأن فيه ناس بتقولك في الجواز إيه دي يتيمة وهتعمر على فكرة يتيمة دي مش معناها إنك تشغلها جاري عندك في البيت مش معناها إن ربنا خلقها عشان تبسطك الجواز عمره ما كان كده أصلا إحنا من كتر العكة اللي بيحصل في حياتنا نسينا يعني إيه جواز يتيمة دي معناها حلو بس إحنا اللي بوزناه صعبت علي نفسي وصعب علي الجنين اللي بقى روح هنتحسب عليها رحت بيت أهلي وأنا حامل كنت حامل في شهرين لحد ما ولدت طول فترة الحمل وبعد الولادة ولا سأل فيا ولا في ابني فقلت له تعالى اثبت ابنك قال مش هثبته وروح يرميه فروحت اشتكي لقيت نفسي مش معترف بيا أساسا لقيني في القانون مش متجوزة وماليش أي حقوق قالوا لي عملي محضر إثبات حالة لما لقاني عملت محضر جي ثبت ابنه وبعد ما ثبت ابنه وبعد ما ثبت ابنه بخمس شهور جي كتب الكتاب وكده بقيت رسميا في القانون متزوجة في الفترة دي بقى الفرش بتاعي وبقى الشقة لأهله وساب البيت كله ومشي جيت أقول له طلقني قال لي هسيبك كده زي البيت الوقف ومش هطلق وفضلت في مشاكل ملهاش آخر مشاكل عشان ابني اللي مش عارف أصرف عليه وعشان وش أمي قدام الناس في العزبة كلها وعشان أهل أمي اللي تخلوا عني لما رجعت البيت قالوا لي مش هنشيل همك وهم ابنك وبعدوا عنينا وسبونا في نار قررت أرفع قضية خلعة فقالوا إزاي واحدة ترفع قضية خلعة لما حصلتش ولا تحصل استحملي وعيشي قلت لهم يا جماعة أنا اللي في النار مش أنتو أنا اللي بتضرب وبتهان وبيتمسح بيا البلاط قالوا لي وإيه يعني المهم قلت هرفع خلعة واللي يحصل يحصل ما هو ما فيه شقة ولا فرش ولا أي حاجة هفضل على زمته ليه الكلام ده حصل وأنا عندي 19 سنة يعني جوزت في سنة 16 واتطلقت في سنة 19 اللي هو أصلا لسه صاحباتي بادين حياتهم في الوقت ده وأنا عندهمي كملت السنوي بتاعي وبقى معيش هيدت سنوي فني وجبت مجموع كويس قلت أقدم في كلية بس التنسيق جاب لي كلية بعيدة شوية فلقيت اعتراض إزاي مطلقة وتروح كلية بعيدة وكانت دي صدمة بالنسبالي إزاي ما كملش تعليمي عشان أصلا حاجة أنا مليش زنب فيها وسكت ورضيت وقلت الحمد لله لعله خير هاخد معهد خاص قريب من هنا وانزل الشغل خلصت المعهد وجيت أشتغل قالوا لي ما ينفعش تشتغلي تشتغلي إزاي وإنتي مطلقة على قدم رسالة أمال مليانة غلب بس أنا عجبني تصرفها قوي أنا عجبني أمال قوي طول الوقت بتعرف المشكلة فين وبتحاول تحلها طول الوقت بتعافر عجبني حتى فكرة إنها بتبعت قصتها للبرنامج وإنها عارفة تعبر عن مشكلتها كويس ما تيجو نشوف حصل معاها إيه بعد ما بقت مطلقة مطلقة ما يفعش تخرج مطلقة ما يفعش تدرس مطلقة ما يفعش تعمل وصلت للعشرين وحياتي بقت عبارة عن محاكم مطالب فيها بحق قايمة المنقلات بتاعتي ونفقت ابني وأمي وقاعدة في البيت وشايفة كل صحباتي اللي لسه تتخطب واللي نزلت تشتغل واللي تجوزت وجوزها كويس إنما أنا حياتي اتدمرت قبل ما تبتدي أقول أخرج أفك عن نفسي شوية يقولولي ممنوع أنت مطلقة طب إزاي هعيش كده بس يقولولي آه عيشي كده أنت مطلقة وكفاية قوي إنك بتكلي وتشربي وخلاص على كده ولقيت الحل اللي هم أصلا فرضوه علي إنني لازم أتجوز تاني عشان ما ينفعش أععد كده وكلام الناس كتر طب يا ناس أنا في صدمة وتعبانة نفسيا لا أنت لازم تتجوزي وبدأوا يجيبولي عرسان وأنا أصلا كره الرجالة وسرتهم بس لازم أععد مع العريس عشان أهلي سنة والتانية ولسه في الهم ده وحاليا بقى عندي 22 سنة ولسه بقبل في ناس غصبة عني وبقعد مع كل واحد جاي معقد من جوازاته الأولانية ويجي يقولي أنا عايز كذا وكذا وكذا كأنه بيملي شروطه وأوامره اللي تجوز مرة واثنين والمفروض إني وافق عشان أنا مطلقة مع إني مش أنا اللي اخترت الجواز ولا اخترت الطلاق وكل حاجة تفرضت علي قولولي أعمل إيه ماشي يا ستة أمال لحد هنا وخلصت رسالة أمال لكن مشكلتها أو مشاكلها الكتير لسه مكملة معاها لسه بتعاني من إنها يتيمة من إنها تجوزت جواز قاصرات ومن إنها بقيت مطلقة ومن إنها بتقضي أيامها محبوسة أو بتجري في المحاكم عشان النافقة والقايمة ومن إنها بتعاني من مشاكل نفسية بس مضطرة تقعد معاها رسان عشان تتجوز تاني وليه؟ عشان كلام الناس طب أملت أعمل إيه؟